اهلا وسهلا وصل مؤشر الدولار الى ادنى مستوياته منذ عام عن مستويات مية واحد خمسين بينما يقترب الذهب من اعلى مستوياته التاريخية الفين وخمس وسبعين دولار جاءت الارقام من الولايات المتحدة بشكل جيد ما يخص قراءة التضخم والضغوط التضخمية فقد انخفض التضخم الرئيسي لمستويات خمسة بالمية لانخفاض للشهر التاسع على التوالي بينما المؤشر الاساسي سجل زياده لمستويات خمسة فاصل ستة بالمية اما مؤشر اسعار المنتجين فقد سجل تراجع الى مستويات اثنين فاصل سبعة بالمية للمؤشر الرئيسي ثلاثة فاصل اربعة بالمية للمؤشر الاساسي بيعطي بعض الارتياح لانخفاض الضغوط التضخمية بينما جاء محضر الفيدرال الامريكي بالاشارة لرفع الفائد بمقدار خمس وعشرين نقطة اساس في اجتماع مايو القادم بينما كان هناك تحذير لدخول الاقتصاد في ركود معتدل هذا العام ومن كندا ترك بنك كندا سعر الفائد بدون تغيير عن مستويات اربعة ونص بالمية بينما في جلسة الاسبوع القادم ستتابع الاسواق عدد قليل من البيانات الاقتصادية المؤثرة مثل قراءة التضخم من كندا ونيوزيلندا وبريطانيا مؤشر مديري المشتريات الصناعي والخدم من اوروبا وبريطانيا وأمريكا واللي ستتابعها الاسواق لمعرفة حالة التصنيع هل سيسجل خروج من حالة الانكماش المسجل مؤخرا؟ ننتقل للتحليل الفني لجلسة الاسبوع القادم بداية مع الذهب الذهب يتداول اعلى مستويات الـ 2000 دولار للانصة في جلسة الاسبوع الماضي لحتى الان القمم السعرية الاخيرة كانت قد سجلت انحراف سعري بالنسبة للذهب زي ما ملاحظين معي القمتين السعريتين الاخيرتين على الاطار الزمني الاربع ساعات والقمم السعرية على مؤشر الماكدي ارتداد ايضا من الحد العلوي للقناة السعرية الصاعدة من رغم من ان هناك طبعا نموذج سعري صاعد استمراري للحركة السعرية الصاعدة الاخيرة واللي هو نموذج العلم والسارية واللي لاحظنا طبعا اختراقه من مستويات 1985 ثم تسجيل بعض الارتفاعات النموذج بشكل كامل على المدى الطويل ممكن العودة الى مستويات الـ 2050 ثم مستويات الـ 2150 كمستهدف للنموذج على المدى الطويل لكن على المدى القصير زي ما حكيت ارتدادات من القناة السعرية الصاعدة من ناحية تشكيل انحراف سعري على مؤشر الماكدي قد يدفع الذهب لتسجيل انخفاضات الانخفاضات مرتبطة بكسر مستويات الـ 2015 للأنصة لتسجيل انخفاضات نحو مستويات 2000 دولار المستويات النفسية القوية ثم مستويات 1985 عودة الاسعار وارتدادها من مستويات 1985 قد يدفع الذهب لتشكيل بعض الارتدادات الصعودية ننتقل لتحليل اليورو اليورو قد شكل بعض الارتدادات الصعودية في الفترة الماضية ايضا حديث عدد من اعضاء البنوك بنك بنوك اوروبا اللي امكانية رفع اسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة اساس في الاجتماع القادم لا تزال توجهات اليورو لحتى الان صاعدة على المدى المتوسط الى المدى الطويل لكن قد نرى تصحيح بالنسبة لليورو وعودة لمستويات 1970 اختبارها ثم مستويات 140 ثم امكانية عودة الارتفاعات مرة اخرى لاختبار مستويات دولار وعشرة سنت ثم دولار عشرة سنت خمسين لكن كسر مستويات طبعا عشرة تسعمية وخمسين ممكن ان يدفع اليورو لمزيد من الميل الهبوطي لذلك استمرارية التداول ادنى مستويات دولار عشرة سبعين قد يدفع اليورو لتشكيل بعض الميل الهبوطي ننتقل لتحليل الباوند الباوند على الاطار الزمني لليوم مستويات الدولار خمسة وعشرين سنت لحتى الان لا تزال قوية وصامدة بالنسبة للباوند قد يشكل بعض الارتدادات الهبوطية واختبار مستويات الدعم السعري واحد ثلاثة وعشرين خمسين ثم كسر مستويات واحد ثلاثة وعشرين خمسين قد يعيد الباوند لتشكيل ميل الهبوطي نحو مستويات دولار اتنين وعشرين سبعين ننتقل لالين الين حاليا بتداول ضمن منطقة عرضية قوية جدا اعتبرها منطقة حيادية كنا قد تحدثنا في الفيديو الماضي عن امكانية تسجيل ارتدادات من خط الترند الصاعد حاليا المستويات المتواجدة حاليا داخل النطاق قد تشكل نطاق عرضي بالنسبة لالين فلذلك بفضل مراقبة الين عند اختراق مستويات 133.40 قد يدفع الين لتشكيل مستويات لاختبار مستويات 134.25 ثم مستويات 135.15 فيما لو كسر مستويات 131.50 قد يدفع الين لتشكيل مستهبوط نحو مستويات 131 ثم 132.5 بالنسبة لالين ننتقل للدولار الاسترالي دولار الاسترالي ايضا صمود مستويات 66.50 قد تدفع الدولار الاسترالي لتشكيل بعض التصحيح بعض الميل الصاعد نحو مستويات 68.50 ثم 69.25 طبعا شرط اساسي صمود مستويات 66.65 على المدى المتوسط بالنسبة للدولار الاسترالي النفط خام غرب تكساس تحديدا المتوسط المتحرك 200 حاليا على المدى اليومي يعتبر مستويات قوية جدا لكن لحتى الان فونديمنتل وتكنيكالي بالنسبة للخام غرب تكساس بما انه يتداول اعلى مستويات 76 على ما اعتقد امكانية التشكيل الصعود نحو مستويات 85.25 ثم 88 واردة طبعا الانتري ليفل او مستويات الدخول بفضل بعد اختراق مستويات 83.50 بالنسبة للنفط او عند اختبار مستويات 80 دولار اما بالنسبة للداو جونز داو جونز لازال يسجل اختراقات للمستويات الاخيرة التي تحدثنا عنها مستويات الدعم السعرية 32.650 ثم اختراق مستويات 33.560 التي تحدثنا عنها في الفيديو الماضي لذلك استمرار التداول اعلى مستويات 33.560 قد يدفع الداو جونز للتشكيل الصعود نحو مستويات 34.288 34.590 تداولات موفقة للجميع ترجمة نانسي قنقر